اشتركوا في القناة 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 في غياب اي ضغط اشتركوا في القناة 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 لابد ما يكون حتى في الأدهان ديال المغاربة وفي الأدهان ولكن بشي بتكسس صيفة السلبية اللي كاينة عند هاد الناس اللي كيتعطوا لهذا الموضوع تقدر تكون بصيفة إيجابية تنعكس بصيفة إيجابية على اللاعبين أن يمغيوا حقه الانتصار ولكن اللاعبين ده بالآن نرى محترفين وعندهم مستوى عالي يحتل المدربين كي يبعدهم على الضغط ديال الفيسبوك لأن في بعض الأحيان كي قدر يحيد لي حتى التليفون ديال وأنه بشميت باعش هاد الأخبار ولكن لابد ما يكون واحدة النسبة ديال التأثير هي لابد ما تكون ولكن ما تكونش بواحد الصيفة اللي كي ينادب الآن في المواقع اللي يعني وليت كت يمكن تفتح الفيسبوك كتوش دائرة هاد الأشياء اللي ما محتاج لا للشعب المغربي ولا للشعب الجزائري لأنه عيب صراحة في نظر يعني أنا مفارق نواله يعني ولكن كنت من نول أن الناس ترجع للصواب ديالها مستقبلا والحدود لأنه هي اللي غا تحيد هاد الكراهية بين هي أنا ما كيناش كراهية ريلا بغينا نشوفوا النسبة الكبيرة ديال للشعب الجزائري وللشعب المغربي ركينا هنا واحد نسبة قليلة هي اللي متشنجها ما رأى الكل كي اعتبر بأنه ركي النس بنسب كي النساب كي النس أزواج كي النس عائلات وحتارة دبا الآن كنت تجنجة في المباريات المحلية سنعطي كمية تالبين مثلا في قطبيض مدينة الدار البيضاء الرجاء والويداد ولكي راكيلي في المنزل دياله واحد ويدادي والد ويدادي والد رجوي واشغينه قاعدة صداء كتبقى كونت القادم لعبة المنتصر فيها إلا بشل الكأس كما قلت غتكون هي ميزة بأنه داز على ظهر المنتخب المغربي والعكس كذلك اشتركوا في القناة